بسم الله الرحمن الرحيم طلبة وطالبات صف الأول الإعدادي أهلاً وسهلاً بيكم في مادة الدراسات الاجتماعية تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم والنهاردة شباب هنكمل مراجعتنا في مادة الدراسات الاجتماعية وهنراجع مع بعض النهاردة التاريخ وطبعاً الشباب احنا كنا راجعنا مع بعض قبل كده أهم الأسئلة الخاصة بما تفسر وما النتائج وما العلاقة بين تعالوا كده النهاردة نراجع مع بعض شكل آخر من أشكال الأسئلة واللي طبعاً بتجمع معانا معلومات كتيرة جداً جداً من اللي احنا درسناها مع بعض السنادي وطبعاً من الأسئلة اللي بيبقى فيها أشكال كتيرة من المعلومات أسئلة الاختيار أو أسئلة أكمل أو وصل طبعاً بتحتاج مننا أن احنا يبقى عندنا قدر كبير جداً من المعلومات الخاصة بالمنهج بتاعه ولو النهاردة اتكلمنا مع بعض في أسئلة الاختيار من متعدد أو اختار مما بين الأقواس تعالوا كده مع بعض نبدأ بأول أسئلتنا اللي بتقول النهاردة اختر الإجابة الصحيحة اكتشف الإنسان القديم النار في العصر نقط هل في العصر الحجري الحديث ولا العصر النحاسي ولا العصر الحجري القديم ولا العصر العطيق وطبعاً يا شباب احنا قلنا وأكدنا مع بعض أن أسئلة الاختيار لازم نقراها قبل الإجابة أكتر من مرة عشان نفهم هو عايز ايه مننا بالظبط نخشش على طول ونروح قيليني الإجابة مرة واحدة ممكن تبقى فيه كلمة كده أو كده احنا ما أخدناش بالنا منها فتضيع مننا المعلومة وهنا بيقول لنا تاني اكتشف الإنسان القديم النار في العصر نقط أي من العصور طبعاً احنا عرفنا مع بعض قبل كده إن العصور القديمة عند المصريين القدماء زي العصر الحجر القديم عصر الحجر الحديث والعصر النحاسي وعصر ما قبل الأسرات وطبعاً العصور بقى التاريخية اللي احنا عارفنها كلها في أي العصور دي بقى تم اكتشاف النار ودي طبعاً أول الحاجات اللي المصريين القدماء أو الإنسان عموماً اكتشفها وطبعاً الناس بسرعة اللي مستعجلوا عشان تقول الإجابة وأكيد إجابتكم صح الإنسان اكتشف النار في العصر الحجري القديم اللي من خلالها أضاء حياته ومن خلالها قدر يطهي طعام ويبعد عنه الحيوانات المفترسة وبرضو من أسئلتنا النهاردة أولاد عرف الإنسان القديم الزراعة في العصر نقط هل العصر الحجر الحديث والعصر النحاسي للعصر حجر القديم وللعصر العتيق طبعاً الزراعة الإنسان عرفها في مصر بعد حدوث الجفاف فنزل الإنسان من على الهضاب واستقر عند النيل ومن هنا بدأ يتعلم الإنسان لإيه؟ الزراعة طب وده كان في أي عصر بقى من العصور رابو شباب الناس اللي امتبعوا ومعرفة كده تسلسل الأحداث بتاعتنا كان الكلام ده في العصر الحجري الحديث وما تنساش إن الإنسان لما تعرف على الزراعة تعلم معاها تربية الحيوانات وبدأت حياة الإنسان في الاستقرار عندنا برضو سؤال بيقول بنى المصر القديم في عصر المعادن وهو العصر النحاسي ما ساكنه من؟ نقط هل من الحجارة؟ ولا من النحاس؟ ولا من الطوب اللبن؟ ولا من النخيل؟ طبعاً في هذا العصر كان الإنسان المصري قدر يبني منازل ويقسمها طبعاً إلى حجرات بقى وبدأ تبقى حياته أسرع في الاستقرار وطبعاً بنى منازله من الطوب اللبن تحققت الوحدة الأولى لمصر عام نقط قبل الميلاد هل سنة 3350 قبل الميلاد؟ ولا 4242؟ ولا سنة 3000 قبل الميلاد؟ ولا سنة 3200 قبل الميلاد؟ طبعاً الشباب التواريخ بتاعتنا السنة دي التواريخ بسيطة ويعني مش كتير زي مثلاً أول تاريخ إحنا أخدناه كان معرفة المصر القديم للكتابة لو سنة كام؟ 3350 قبل الميلاد أنا براجع كده التواريخ وأنا ببص على اللي قدامي يبقى أول كده اختيار مش معاي بعد كده إحنا اتكلمنا بقى على تواريخ أخرى زي إيه؟ الوحدة الأولى اللي ظهر قدامنا اللي كانت فيها عاصمة مصر مدينة أون اللي هي هليوبلس أو اللي تعرف النهاردة عين شمس اللي كان سنة كلام يا شباب 4242 قبل الميلاد يبقى هي دي الإجابة اللي قدامنا طب هي في من التواريخ اللي قدامنا دي حاجة تاني أخدناها أو نعرفها أيوة الوحدة التانية على يد الملك مينة نعارمر سنة 3200 قبل الميلاد اللي هو آخر تاريخ عندنا في الاختيارات يبقى أنا عندي 3200 قبل الميلاد 4242 و3350 قبل الميلاد وما تنساش تاريخ من محات الأول لما أعلن نفسه ملكا على مصر سنة 2000 قبل الميلاد كان شعار مملكة الشمال هنا بقى طبعا الجدول المقارنة اللي كنا عملناه قبل كده مع بعض شعار مملكة الشمال كان صعبان الكبرى ولا ظهرة اللوتس ولا أنسى النصر ولا نبات البردي الشعار كان إيه في مملكة الشمال كان نبات البردي كان لون تاج مملكة الجنوب هل كان اللون الأبيض أم الأغدر أم اللون الأحمر ولا اللون الأصفر؟ طبعا كان لون مملكة الجنوب في التاج بتاع الملك بتاعها كان هو اللون الأبيض ومملكة الشمال كان التاج بتاعها لونه هو اللون الأحمر امتدت أهرامات الدولة القديمة من نقاط جنوبا إلى الجيزة شمالا طبعا دي من الجمل اللي ساعد بننساها ونفتكر بس كده أن الدولة القديمة عرفت بعصر بنات الأهرامات لكسرت بناء الأهرامات وننسى بقى هي امتدت الأهرامات دي منين لفين؟ هو بيقول من نقاط جنوبا إلى الجيزة شمالا هل من طيبة؟ ولا من الفيوم؟ ولا من التدريس ولا سطحهما؟ طبعا من مدينة الفيوم مؤسس الأسرة الثالثة هو الملك سنفرو ولا زوسر ولا خوفه ولا الملك أحمص؟ طبعا الأسرة الثالثة كانت مؤسسها هو الملك زوسر قام الملك نقط بنحت تمثال أبو الهول نحت في عصره هل هو الملك زوسر؟ أم أوسر كاف؟ ولا الملك خفرع؟ ولا الملك منكورع؟ طبعا تمثال أبو الهول اللي كانت عمل مع الهرم الأوسط من أهرامات الجيزة اللي كان في الأسرة الرابعة واللي عملوا الملك رابوا للناس اللي بتقول معانا الملك خفرع بنى ملوك الأسرة نقط معابد الشمس في أبيصير طبعا في الجيزة مين؟ هل الأسرة الخامسة؟ ولا الرابعة؟ ولا الأسرة الثالثة؟ ولا الأسرة الأولى؟ هم؟ الأسرة الخامسة؟ ولو نفتكر كده كان مؤسس الأسرة الخامسة هو مين؟ أسر كاف اللي هو وملوك الأسرة بتاعته من بعده بنوا معابد الشمس المكشوفة وبنوا معاها لإيه؟ المسلات أنشأ الملك نقط سد اللهون بالفيوم طبعا سد اللهون برضو وإحنا بنكتب كده الأسئلة بنقول مع بعض أنه هو ساعد على زيادة مساحة الأراضي المزروعة في مصر والملك بتاعها هفتكروا كده اللي كانوا بيسموا عصره بالعصر الزهبي للإيه؟ للفلاح هو مين الملك ده؟ هل هو سنسرت الثالث؟ ولا إمنمحات الثالث؟ ولا إمنمحات الأول؟ ولا منتحطب الثاني؟ طبعا الملك اللي أس السد اللهون هو الملك من محات الثالث برضو من أسئلتنا بيقول استطاع البطل المصري مين؟ هزيمة الهكسوس وطردهم من البلاد مين اللي طرد الهكسوس؟ والهكسوس دول اللي هم القبائل البدوية اللي جاءت من فلسطين واحتلت مصر خلال الأسرات كام وكام؟ من الأسرة الثلاثة للأسرة السبعتاشر كان مين هذا الملك؟ هل هو الملك؟ أحمص؟ ولا رمسيس الثاني؟ ولا تحطمص الثالث؟ ولا نخاو؟ طبعا اللي قام بتردهم هو أحمص وما تنساش أنه هو ضمن أسرة تكونت من الأب سقن رع والابن كامص والأخ الصغير أو الابن الصغير أحمص اللي تمكن من تردهم باستخدام إيه يا شباب؟ شباب الجمال كده اللي بيقولوا معانا العجلات الحربية طبعا أحمص كانت الإجابة بيقول تبلغ عدد المصاطب في هرم سقارة هرم سقارة طبعا المدرج اللي موجود في الجيزة واللي بناء الملك زوسر بتبلغ عدد مصاطبه كان مصطبها الخمس مصاطب ولا ست مصاطب ولا سمان مصاطب ولا تسعة مصاطب طبعا كانت ست مصاطب أقام الملك نؤت أقدم إمبراطورية عرفها التاريخ طبعا الإمبراطورية المصرية القديمة اللي امتدت في آسيا وفي أفريقيا كان مين اللي عملها؟ هل الملك زوسر؟ ولا الملك إبسماتيك؟ ولا الملك تحطمص الثالث؟ ولا الملك خوفو؟ طبعا إلا أقام أقدم إمبراطورية عرفها تاريخ كان الملك راوى شباب تحطمص الثالث انتصر تحطمص الثالث على أمير قادش في معركة نؤط طبعا قبل ما تظهر الإجابات افتكر كده معايا أن تحطمص الثالث كان من أبرع الملوك عسكريا وإداريا عمل كم معركة كم حملة عسكرية على سوريا وعلى فلسطين 16 حملة عسكرية من أهمهم المعركة اللي انتصر فيها على أمير قادش هل هي مجدو؟ ولا جالديران؟ ولا معركة حطين؟ ولا نظرين؟ طبعا كانت من أهم المعارك اللي عملها ضد أمير قادش هي معركة مجدو انتصر رمسيس الثاني على الحيسيين في معركة نهواند؟ ولا معركة ديو؟ ولا معركة حنين؟ ولا معركة قادش؟ طبعا رمسيس الثاني من أهم المعارك اللي عملها والانتصر فيها على الحيسيين كانت معركة روابا شباب الناس اللي بتجاوب معانا كده هوت معركة قادش أقام إخناتون مدينة نقط لعبادة الإله أتون الملك إخناتون اللي دعا لعبادة التوحيد واختار فيها الإله أتون كانت مدينة إيه بقى اللي اتخذها لعبادة هذا الإله؟ هل مدينة أخيتاتون؟ ولا برع مسيس؟ ولا من نفر؟ ولا أستاوي؟ طبعا باينة جدا مدينة أخيتاتون؟ أو زي ما كنا قلناها قبل كده وهي أفق أتون اللي موجودة في تل العمرنة في المينيا تعود شهر التوت عن خأمون بسبب اكتشاف مقبرته عام 1988 ولا 1922 ولا 1977 ولا عام 1111 طبعا مقبر التوت عن خأمون اللي اكتشفت وكان فيها كل محتوياته كاملة واللي موجودة في المتحف المصري وهي سبب شهرته تم اكتشافها رابا شباب عام 1922 وقعت في عهد مين؟ أقدم معاهدة سلام في التاريخ أول معاهدة سلام حصلت الاتفاق ما بين الدولتين مصر لو تفتكروا ومع دولة الحيسيين هل هو كان رمسيس الثاني؟ ولا رمسيس الثالث؟ ولا باسماتك الأول؟ ولا أحمص الأول؟ طبعا أقدم معاهدة سلام كانت في عهد الملك رمسيس الثاني ومع ملك الحيسيين بعد معركة قادش وإحنا قلنا عليها من شوي تم إنقاذ آثار النوبة وتحديدا مع بدي أبو سنبل اللي قامهم رمسيس الثاني لو تفتكروا من مياه السد العالي بعد بناءها بمساعدة هيئة مختصة بالآثار وبالعلوم والثقافة هل هي كانت اليونسكو؟ ولا اليونسب؟ ولا الفاو؟ ولا الأوبك؟ إيه المنظمة اللي ساعدتنا في إنقاذ آثار النوبة؟ هي منظمة اليونسكو الملك إباسماتيك الأول لو نفتكر الملك إباسماتيك ده كان الأسرة رقم 26 اللي طرد مين من مصر؟ هل هو طرد الأشوريين؟ ولا الهكسوس؟ ولا البابليين؟ ولا الكالدانيين؟ طبعاً إباسماتيك الأول أمير سايس اللي استطاع أنه يبقى ملك على مصر ويؤسس الأسرة 26 قام بطرد الآشوريين من مصر أرسل الملك نقاط رحلة بحرية للدوران حول إفريقيا هل هو الملك نخاو؟ ولا سنفرو؟ ولا أوصر كاف؟ ولا الملك زوسر رحلة البحرية اللي استمرت حوالين قارة أفريقيا ثلاث سنوات اللي كان عملها الفينقيين بطلب من الملك مين شباب؟ قابوا الملك نخاو تعرضت مصر لغزو عام 525 قبل الميلاد مين اللي غزى مصر عام 525 قبل الميلاد؟ هل هما الليبيين؟ ولا الهكسوس؟ ولا الفرس؟ ولا الروم؟ طبعاً الإجابة هنا هوت هما الفرس أسس الملك باسماتيك الأول الأسرة رقم نقط وطبعاً لسه متكلمين عليها من شوية هل الأسرة 26 ولا الأسرة 23 ولا الأسرة 30 ولا الأسرة 21 طبعاً كانت الأسرة 26 كانت وظيفة نقط من الوظائف الهامة في الإدارة المركزية الإدارات المركزية والتي كان يقدرها المصريين كانت وظيفة إيه اللي كان بيقدرها المصريين بشكل كبير جداً ويحترموها وكانوا بيفضلوا إن أولادهم يشتغلوا فيها هل هي وظيفة الحاجب؟ ولا وظيفة الكاتب؟ ولا وظيفة الحارس؟ ولا وظيفة الوزير؟ من أكتر طبعاً الوظائف اللي المصريين كانوا بيتمنوا إن أولادهم يصلوا إليها في الإدارات المركزية لأنها بتفتح لهم بعد كده مجالات كتيرة رافا شباب وهي وظيفة الكاتب بدأ التفكير في إقامة جيش نظامي في عهد الدولة نقط فكرة الجيش عن المصريين القدماء لأن المصريين يعني لم يكن دعاة للحرب واتجهوا إلى فكرة الجيش لو تفتكروا من أجل الدفاع عن بلادهم كان في عصر الدولة الحديثة ولا عصر الدولة القديمة أم عصر الدولة الوسطى ولا في عصر الدولة العتيقة طبعاً كان في عصر الدولة الحديثة انتشرت عبادة الإله نقط في عصر الدولة القديمة أي الآلهة تم عبادتها في هذا العصر؟ هل أمون أم رع أم خنسو أم الإله حورص طبعا في عصر الدولة القديمة كان الإله رع هو معبود مصر في هذه الفترة نادى الملك نقط بفكرة توحيد الألهة أول صورة دينية في مصر كان في عهد إخناتون ولا زوسر ولا خوفه ولا في عهد الملك سنفرو طبعا قلناها أكتر من مرة وكان هو الملك إخناتون استغل المصر القديم رمال الصحاري في صناعة الزجاج أم الحديد ولا الأساس ولا النعال مصريين القدماء استخدموا الرمال في صحراء مصر لصناعة الزجاج صنع المصر القديم الورق والسلال والحصير من نقط هل من الجلود ولا من الحرير ولا من البردي ولا من النخيل مصريين القدماء طبعا صنعوا هذه الأشياء الأوراق والسلال والحصير من نبات البردي من الأسئلة أيضا المهمة جدا جدا الشباب واللي بنحب نأكد عليها وهي أسئلة التعريفات واللي بتجيلنا بأكتر من شكل زي أكتب ما تشير إليه العبارات أو ما المقصود تعالوا كده نقوم مع بعض ونشوف بعض التعريفات المهمة في التاريخ سؤالنا شباب زي ما بنقول أكتب ما تشير إليه العبارات دولة كبيرة مترامية الأطراف تسيطر على أراضي وشعوب متعددة بفضل قواتها العسكرية والاقتصادية طبعا المقصود بهذه العبارة هي الإمبراطورية اتفاق بين دولتين أو أكثر لتنظيم العلاقات بينهم ده كانت كلمة الإيه المعاهدة حالة الضعف التي تسود بعض الدول في فترات تاريخية معينة نتيجة ضعف الملوك طبعا هنا المقصود به عصر الادمحلال عصر المحلال الأول الأسرات من 7 إلى 10 عصر الادمحلال الثاني اللي هي كانت أسرات من 13 إلى 17 أو ما يعرف لو تفتكروا بعصر الإيه الهكسوس كل ما أنتجه عقل الإنسان سواء كان مديا أو أدبيا هنا المقصود بيها كلمة حضارة نظام الحكم والسلطات المختلفة الموجودة داخل المجتمع ده هنا المقصود بيها كلمة الحياة السياسية المعتقدات والشعائر والتقوص التي كان يؤديها المصر القديم داخل أو خارج المعابد هنا المقصود بيها كلمة الحياة الدينية دي بعض التعريفات المهمة اللي أخذناها مع بعض السنة دي تعالوا كده نرجع مع بعض تاني طبعا كده حبيبي إحنا عرفنا مع بعض أسئلة الاختيار من متعدد أو أسئلة أكمل وأكدت معاكم أن دي من الأسئلة المهمة جدا 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 واللي بنقدر من خلالها وإحنا بنذاكر إن إحنا نعرف كمية المعلومات أو عدد المعلومات اللي إحنا حطونها كده في دماغنا وعارفنها لما يقابلك الأسئلة بتاعت الاختيار ما تزهقش ما تلاقي أسئلة كتيرة أفضل حلة على قد ما تقدر عشان هي دي الأسئلة فعلا اللي هتقدر تعرفك أنت عارف كل معلومات المنهج بتاعك ولا لا سؤال أكتب ما تشير إليه العبارة أو سؤال ما المقصود من الأسئلة اللطيفة جدا اللي نقدر من خلالها نعرف برضو الزاكرة بتاعتنا كده قوية ولا لا فلازم برضو نذاكر أسئلة ما المقصود وأكيد لسه هنراجع مع بعض أسئلة أكتر وأكتر مع بعض إن شاء الله في الحلقات القادمة مع السلامة